تطورات أمنية خطيرة جداً في تونس عليش على خاطر يعني فما تحركت لعناصر إرهابية لعناصر تكفيرية لدواعش في الجبل التونسية في المدن وفما برشا مخاطر اليوم تهدد الأمن التونسي بش نحكيه على حقائق أعلنهم يعني الناتق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسيم الدين إشبيبلي نحكيه قبل كل شي على آخر تطورات القضية اللي صارت في قبلي العنصر التكفيري اللي هجم دورية أمنية في ولاية قبلي أكيد تتفكروا النسي الكل اللي هجمهم معناها نهار أربعة جام في الحالي وحاول أنه يطعن يعني عاون آمن في الدورية ذيك الكل في ولاية قبلي صدرت رسمياً أربعة بطاقات إداع بالسجن في حقهم نرجع شوية للحكاية بش نذكر فيها في ساعة في ساعة قبل ما ندخل في الموضوع أنه واحد من أعوان الأمن التعرض لمحاولة طعن بواسطة سكين من قبل عنصر تكفيري تم تسيطر عليه في ساعة في ساعة القاوة القبض عليه وتم الاحتفاظ به طبعاً مع زوز أشخاص آخرين وأكيد التحريات والتحقيقات معهم كشفت على برشا معطيات خطيرة جداً طبعاً المتهم الرئيسي في العملية هذه صرح وإنه فما زوز أحد أخرين هما اللي استقطبوه وخليوه يتبنى الفكر التكفيري في تونس خلينا نرجع ونحكيه على المعطيات الأمنية اللي تهم البلاد اللي وضحها الجبابلي وخاصة أنه تونس مواصلة حربها على الإرهاب في تونس يعني من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية اللي تسعى لتنفيذ تفجيرات في مختلف ولايات الجمهورية وأخيراً في الفترة الأخيرة بين عشرة وستاش جانفي وحدة الحرس الوطني تمكنت من الإطاحة من ثلاثين عنصر تكفيري تورطوا لكلهم في قضايا إرهابية وحدة هذه القتل قبض على خمسة وثلاثين شخص هما في حقيقة الأمر لكلهم مفتش عنهم من بينهم ستاش عنصر تكفيري خمسة أشخاص أخرين مفتش عنهم في قضايا إرهابية بالإضافة الخمسة أو تسعة أخرين متورطين في قضايا ذات سبغة إرهابية هذا حسب ما صرح به العميد حسين مدين الجبابلي الأجهزة الأمنية تيب على المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب في ولاية جندوبة تقول اللي وصلتها معلومات تؤكد أنه فيما عنصر متشدد أصيل مدينة جندوبة يعني كتب عبارات على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وفي إشارة لأنه فيما عمل مشبوه فيما حاجة قادريني خط فيها طبعا تم نصب كمين محكم حدوا مقر الإقامة متاعه وتم إيقافه وانطلقت الأبحاث والتحقيقات الأمنية معاه شنية توجهته وشنوها؟ يعني المخططات متاعه ويخطط أنه يسفر إلى بؤر التوتر وينظم إلى مجموعات إرهابية غاديكة بيش يمارس ولا يجسد القناعات متاعه على حد تعبيره على حد ما جاء في التحقيقات متاعه دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس قضاة بسجن بين سنة واحدة وثلاثة عام مع نافذ العجل في حق خمسة فتيات تورط في تكوين خالية إرهابية داعشية نسائية بهدف التواصل مع قيادات من تنظيم جند الخلافة وتم تكليفاً سيدوما باستقطاب فتيات وأطفال زادة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر أيضاً وقاموا بجمع تمويلات مادية والاحتطاب لفائدة العناصر الإرهابية المتمركزة في الجبال التونسية سواء في جبال جندوبة الكيف القصرين قفصة ولا سيدي بوزيد مصدر أمني واحد آخر يأكد لجريدة الشروق أنه من بين الإنسان متورطاتها ذوماً من بين الخمسة هي في القضية دي هما زوز خويت القضاء أحكم على كل واحدة فيهم 13 عام حابس مع النافذ العاجل ومرأة أخرى تحكم عليها بعام وهي أخة واحد من الإرهابيين اللي انضم إلى تنظيم إرهابي معناها جند الخليفة وهي كانت تعرف بنظمامه للتنظيم هذه ولكن ما أعلمتش الأجهزة الأمنية بالتالي حكموا عليها بعام واحد سجني وحدات الأمنية قادة تقوم بخدمة كبيرة يسر للإتاحة بالعناصر الإرهابية اليوم فما خالية نسائية فما 30 عنصر تكفيري فما إرهابيين فما مطلوبين للقضاء مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية برشة تحركته برشة زدة مخططات قاعدين يكشفوا فيهم العناصر ذي وقت لتم الإتاحة بأحد الأطراف فيهم لكن ديما فما يعني مراعاة جنب التحقيق أنه مشكل شيء يتقال في الأعلى في ساعة مشكل شيء يتقال على تحقيقاتهم وكل خاطر فما جمعات أخرين قادة تترصدوا قادة تغزر لهم وقادة يعني تتبع فيهم اشنوه يقولوا وأكيد بشي يغيروا من الخطط تمتاحهم والتحرك تمتاحهم ديكو تم القابض على واحد فيهم يعني ما تتصوروش أن واحد القوا القابض عليه والجماعة اللي يعرفوه ينسقوا معه ويخدموا معه بشي يحافظوا على نفس الخطة دونك بشي يتبدل في كثير من المناسبة تحكينا وأنه العناصر الإرهابية هذوما يعني العناصر الإرهابية كانوا يخطوا الاستهدف إعلاميين قضاء سياسيين شخصية سياسية استهدفوا حتى رئيس الجمهورية مؤخرا معناها وحكينا على برشة تفاصيله أكثر من مرة يعني يستهدفوا الرئيس ويخطوا لغتيال الرئيس بأي طرق في جربة في المستير في برشة يعني مناسبة الحقيقة اللي اليوم الوضع الأمني يعتبر وضع رغم التحسن اللي احنا فيه ورغم اليقظة الأمنية ولكن رغم الزيل الخطر داهم هذا اللي يأكدو زير الداخلية يأكدو زير الدفاع اللي قاعد زيدا يزور في عدة تشكيلات عسكرية وفي عدة يعني مراكز متقدمة وفما تحفيز إلى القوات الجيش الوطني والقوات العسكرية نظرا لأنه فما تهديدات حقيقية اليوم خاصة مع أو على الحدود ومع ليبيا اللي فيها توتر سييسي وعدم وضوح الرؤية سياسيا في ليبيا اليوم يخلي أنه يعني الأنظار تتجه إلى الحدود التونسية ليبيا بالتالي لازم حلول لإنقاذ البلاد التونسية من مخططات إرهابية حقيقية وهوني الدعوة موجهة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه يعني هو ليترأس المجلس الأمن القومي هو ليترأس مجلس الجيوش على عادقه أنه يحمي الدولة تونسية أنه يحمي الجيش الوطني يحمي البلاد يحمي الشعب يحمي معناها كل الممتلكات العامة والخاصة هذا بتباعة الحال من مشمولات رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي هو ما يفلتش حتى فرصة أنه يثني على مجهودات قوات الأمنية والقوات العسكرية اللي اليوم دورهم بيرز وظهر للعيين في مكافحة الجريمة في مكافحة الإرهاب في مكافحة معناها برشة أفيت أخرى المخدرات إلى غير ذلك من الجرائم والظواهر الاجتماعية وغيرها نلقاوا اليوم أنه يعني هل الإيقافات هذه إيقافات كبيرة وتكشف على مخططات ودسائس كبيرة يسر قادرين يحظروا فيها معناها للعناصر الإرهابية هذوما يحظروا فيها من أجل تنفيذها في تونس كل مرة نسمع بحكية كل مرة نسمع بشخص ولكن يجب اليقظة الأمنية تكون مستمرة على الدوامة ترجمة نانسي قنقر